احنا زي ما احنا اتكلمنا في الانترو يعني مشوار كبير وعدد كبير من الافلام قولي البداية بتاعتك كانت ازاي اسماعليا كانت بدايتي من محافظة الاسماعليا حبابتي الاولى والاخيرة اسماعليا ومن هنا بحي اهل اسماعليا طبعا تحياتنا كلنا طبعا محافظة الاسماعليا وكل بلدي الحبيبة اسماعليا لاني دي البلد اللي نشأت فيها فنيا جدا طيب دايما يعني محافظة الاسماعليا او المحافظات دي ما بيقاش فيها تشجيع قوي لان بيبقى بعيدة عندها المسارح والحاجات دي واكتشاف المواهب نفسها اكتشافت مواهبتك هناك ازاي بالعكس والله اسماعليا بلد بتحب الفن جدا وبتعشى الفن وعندها احساس راقي جدا جدا والقيادة في اسماعليا كانت الدكتور عبد المنم عمارة محافظة الاسماعليا وده الاب الروحي بالنسبالي اللي انا بكنله كل حب وكل احترام كل تقدير لانه وانا في خمسة ابتدائي كان هو محافظة اسماعليا وانا كنت بمثل في المسرح المدرسي بقى القاء شعر يعني بدايتك او اكتشاف نفسك من المسرح المدرسي اه هو ده اللي انا بسأل عليه اللي بالنادي دلوقتي فيه صحوة كبيرة جدا وتوجهات كبيرة لضرورة عودة المسرح المدرسي تاني لان المسرح المدرسي كان بينمي الاطفال في جانب الدراسة مواهب بيمثل بيغني بيرقص كشافة الازاعة تحت العلم كده استعراضات وكانت توجيه التربية المسرحية والمسرح المدرسي كان ليه دور كبير جدا جدا في العمليات الثقافية في مصر وطلع نجوم مصر كتير جدا كل نجوم مصر تقريبا بيمثلوا على الساحة دخلوا بعد كده اكاديمية الفنون كلهم كانوا برضو في المصر بدأوا بالمصر حالي طيب خلينا نروح بقى للبدايات اللي هي التمثيل اللي انت مثلت يعني حقيقة فيه فيلم اللي بالي بالك انت يعني دخلوا تتمثل في فيلم كان فيلم يعني خصر الدنيا اسمحيلي اللي بالي بالك أنا اسمي محمد الشربيني ومكتوب في الفيلم نشارك في التمثيل محمد الشربيني هم تقريبا كتبوا اسمي بس حمد سعد صديقي جدا وعملت معه فيفا قطاطا مع السيد سامح عبدالعزيز في العدل جروب السيد والإحسان مخرج اللي بالي بالك صديقي باسماعلي فتقريبا هو حب يكتب اسمي او كنت معمول حسابي بس حتى اتفاجئت لكن عملت مطب صناعي بقى مع السيد سامح عبدالعزيز سيد سحمد حلمي في العشرين جنيه اللي عليه كميمي ايوان ايوان مخضط وعملت معه جعلتني مجرما مع السيد عمر عرفة شام باشا ما فيش اخبار جديدة مع الراحل حسن حسني وعملت مع حبيبي احمد حلمي برضو فيلم خيال مقاتة اخي اخر حاجة عملتها معاه بس انت ما كانش فيه اتفاق بينك وبين مثلا الفنان محمد سعد اول مخرج اللي بالي بالك ان انت تطلع في فيلم دي حقيقة فعلا هو التشابه اللي اسم مثلا محمد الشربيني يمكن اعظم حد يعني ما عرفش يعني طيب جميل جدا ايه اكتر العمال اللي عملتها قريبة لقلبك وحسيت من العمل ده اسمي بيكتب في افلام من غير بشارك فيها دي حاجة عظيمة لا يعني دراسي احنا بقى طبعا عشان نقول لكل السادة المشاهدين وتقولهم يعني التمثيل بالنسبة لك ايه اكتر دور اثر معاك في الادوار اللي انت عملتها فيه ادوار بحبها وفيه ادوار قصرت فيها اه بتفرق طيب قول لي الادوار اللي انت بتحبها وبعد جدا هنقول الادوار اللي انت تقصرت بها الادوار اللي انا بحبها دور النجم العظيم وفنان كبير اساس سمير غانب اه بعشاق جدا من ايما صحيحات المتزوجون كنت بحب اتفرج عليه جدا انا في المدرسة وما كنتش احلم ابدا ان انا امثل اصلا او ان انا اعمل دوره في السندريلا مع مونة زكي اه حبيبة قلبي مونة طبعا ساعدتني كتير والدكتور سمير سيف الله ارحمه مخرج عظيم وكان ما شاء الله عليه يعني بيوجهنا توجيه حلو كان نصوز ممدوح الليسي الله ارحمه برضو كان هو كاتب السيناريو والحوار فكان بيتابع وقال لي انت عجبتيني جدا في سمير وكانت دنيا سمير غانم ومدام دلالة الله ارحمها وقيمي سمير غانم قالوا لي انت عملت دور بابا كويس جدا وبابا اضحك وبسط جدا وكلمني في التلفور ديت بقى شهادة لك يعني ان انت بتعتز بيها جدا 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 ان انت بتعمل دور وتلاقي العمالكة يعني بيبدو رأيهم وانت كمان ده بيبدعمك اكتر وكريم عبدالعزيز كان معجب بيا جدا وقال لي انت ابن حلال مصافي وقال لي انت ابن حلال مصافي كان مع مزيعة كده في استوديو مصر او حاجة وبيتكلموا علي قال لي احنا لسه في سيرتك انت ابن حلال مصافي كريم عبدالعزيز طبعا نجم كبير بشتغلت مع بابا استاذ محمد عبدالعزيز ربنا يديله الصحة يا رب وطلط العمر ان بحبه جدا استاذ عمر عبدالعزيز مخرج كبير ببقى سعيد لما نجم كبير تسقف لي او تشجعني طيب انت دراسي ذكرت فنانين يعني عمالقك اسمهم يعني محفور في عالم الفن مين الممثل اللي راح لو كان نفسك تشتغل معي استاذ احمد زكي طبعا طبعا الله يرحب لما دخلت معا دي التمثيل كان العزة بتاعه تقريبا واحنا هو في سنة اولى وكلنا رحنا للعزة حتى يمكن انبارح بفتكر وانا كنت يعني بحلق دقني عندي عشان ايجي افتكرت احمد زكي لما كانوا بيقولوا العزة احمد زكي العزة احمد زكي بدلا ما يقولوا مثلا دق بابا او مكان العزة كان هو الناس كلها رايحة العزة يعني راح مشوار خلاص انا مش راح مشوار العزة فعلا هو فنان اصر فينا كلنا واصر كمان في كل الفنانين ملايين من الجمهور انا شفت ده بعيني في الجنازة وده بقى حب الناس يعني فانا احمد زكي كان استاذنا وهو احسن ممثل في العالم طبعا كان نفسك تشتغل معي